ولمزيد حول الجلسات التخصصية للحوار الوطني انضم إلينا النائب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة أشرق سيد عماد بعد التحية إلى أي مدى ستثري الجلسات التخصصية المغلقة مناقشات الحوار الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي منذ حال المؤكد أنها ستثري جلسات الحوار الوطن وهي عملية ضرورية بمعنى أن الجلسات العامة كانت مفتوحة للجميع كل الخاضريين حتى لوزاد عددهم عن أرضين أو خمسين شخص إضافة للمؤكدين في القاعد كان متقيم أن يطلبوا الكلمة ويتحدثوا وبالتالي كانت الجلسات العامة بما ثابت حق للجميع للاستعبير أعضائه سواء كانت أحزاب أو شركات عامة أو قوة سياسية أو قوة مجتمعية بعد فترة بعد هذا النقاط التعامل رؤية يعني في مجرسة عمانية حوار الوطني نحن بحاجة إلى جلسات تخصصية بين عدد أقل من المتخصصين الذين يمكنهم كل العراء للجلوس معاً والنقاش بشكل أكثر تفصيلية وأكثر تخصصاً للوصول إلى التوصيات المتوافقة لأنه على سبيل المثال هذا الوصف هناك جلسة متعلقة بالقوانين الانتخابية في الجلسة العامة الجميع كل شخص أو قوة وكل حزب يطرح أن جلسة النظر مجتمع فيها سواء أعطاء أولويات القائمة المطلقة أو الطردية أو المثلية في الجلسات التخصصية يجلس أصحاب العراء المختلفة للوصول إلى توافق قدر الإمكان وهنا تبرز أهمية هذه الثلاثات التخصصية لأنها مهمتها الأساسية هي صياغة توافقات ترفع للمجلس الأمانية ومجلس الأمانية بدون يطرحها إلى السيدة الرئيس أفتاح أسي مفروض في جلسة تخصصية في المحور السياسي عن القوانين الانتخابية وفي جلسة تخصصية أيضاً في المحور المجتمعي متعلقة بقانون في لجنة الصحة ومتعلقة بقانون التأمين الصحي الشامل ويفترض إن شاء الله أن الجلسات العامة ستعود ابتداءة من الأسبوع القادم ربما تكون الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل هناك ثلاث في جلسات مختلفة في المحور السلاثة إن شاء الله نعم لكن هذه الجلسات التخصصية لن تكون بمانأة عن الجلسات العامة يعني ما يتم منقشته في هذه الجلسات سيكون مرتبط بما تم عقده من جلسات عامة سابقة وما سيتم عقده من جلسات عامة لحقة بطبيعة الحال يا فندم يعني أقول لحضر هناك جلسات كان فيها توافق عام بمعنى إن قضية مثلا زي قضية مكافحة التمييز لا يوجد خلاف بين كل القوى السياسية والأحزان المثالة حول مناهضة التمييز فبالتالي خلاص الناس اجتمعت في الجلسة العامة وكان فيها توافق الناس بتقعد في الجلسة التخصصية توصل لي تصيخ هذه أو أن هناك جلسات عامة كان فيها خلاف في التوافق وهذا مثلا الأنظمة الانتخابية خلاص اتعرف كل جهة عندها التصور معينة وكل حزب أخص أو كل مجموعة سياسية وقوة تصيخ فبيقضوا أيضا في الجلسة التخصصية عشان يحاولوا الوصول إلى هذه التوافقات فبالتالي كله يكمل بعضه وصولا إلى بلوانة التوتيات لرفعها إلى السيدة بيس إن شاء الله صحيح أشكرك نائب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق شكرا جزيلا لك